بسم الله الرحمن الرحيم استكمالاً للمحرّة السابقة سنبدأ الآن في تناول نمازج الأهداف الإدارية ضمن المبادئ الأساسية ونمازج تحديد الأهداف وبالتالي سنتطرق أولاً إلى نمازج الأهداف الإدارية في منظمات الأعمال من الصعوبة بمكان أن نحدد هدفاً واحداً لمنظمات الأعمال ذلك أن هناك عادة أهداف كثيرة للإدارة تتفرع عنها أهداف أخرى غير أن طبيعة هذه الأهداف تختلف باختلاف الفلسفة الإدارية للمنظمة لكن بصفة عامة يمكن القول أن منظمات الأعمال الكبيرة قد تتبنى بعضاً أو كلاً من الأهداف التالية أولاً تحقيق أرباح للمساهمين ثانياً الحصول على مركز مرموق في المجتمع ثالثاً إقرار خدمات اجتماعية عامة للمجتمع رابعاً تحقيق النمو والإزدهار خامساً تقديم سلع وخدمات بمستوى عالد سابعاً توفير ظروف عمل جيدة مادية ومعنوية وأخيراً الإنتاج بكفاءة وفاعلية ننتقل إلى الخطوات التنفيذية للأهداف الإدارية نجد ومن خلال الشكل الموضح أمامنا أن منظمات الأعمال لا تكتفي بأن تعلن عن أهدافها ولا عن أولويات هذه الأهداف ولكن هناك مرحلة هامة لذلك ونعني بها وسائل تنفيذ الأهداف وهذه الوسائل بالتدعية تصبح أهدافاً فرعية يتطلب تحقيقها وسائل أخرى وهكذا تستمر عملية الأهداف والوسائل من مستوى أعلى في التنظيم وفي الإدارة وحتى المستويات الفردية في الهيكل الإداري وهذا ما يوضحه الشكل رقم 5 والذي معروض أمامنا لو تطلقنا بعد ذلك إلى المبادئ الأساسية لتحديد الأهداف الإدارية نجد أن هناك مبادئ عاماً تحكم عملية تحديد الأهداف الإدارية وتلك المبادئ تتمثل فيه أولاً أن تكون هذه الأهداف عامل تحفيز للأداء والإنتاج ثانياً أن تكون هذه الأهداف واقعية وتأخذ في الحسبان كل ما يتعلق بالأمور في المنظمة وفي الموظفيها وفي المجتمع ثالثاً أن تكون واضحة ومحددة رابعاً أن تكون تلك الأهداف مرنة لأن المنظمة لا تعمل في ظروف سابتة بل تعمل في بيئة متغيرة ديناميكية خامساً أن تحدد تلك الأهداف الأولويات ذلك أنه ليست كل أهداف المنظمة على نفس القدر من الأهمية ننتقل بعد ذلك إلى مدخل هام من مداخل الإدارة وهو مدخل الإدارة بالأهداف حيث تقوم فلسفة الإدارة بالأهداف على منطق المسئولية بين الإدارات ممثلة بالمدير وبين العواملين والموظفين بتلك الإدارات ويستتبع ذلك أن العملية الإدارية هي عملية مشتركة بين الرئيس والمرؤوس في كل وحدات المنظمة ويتمثل مدخل الإدارة في الأهداف من خلال أولاً تحديد الأهداف إن عملية تحديد الأهداف تتسلزم طوافر الأسس التالية أولاً أن تكون الأهداف واضحة وممكنة ثانياً أن يكون هناك جدول زمنياً معقولاً للوصول إلى تحقيقها ثالثاً أن تحدد طرق وأسليب تحقيق هذه الأهداف رابعاً أن تعد سلفاً للنتائج المتوقعة والممكن تحقيقها في حال الوصول إلى الأهداف المطلوبة تحديد دور المدير في مدخل الإدارة بالأهداف يتمثل دور المدير والرؤساء على ضوء العلاقات التي تربطهم بالأطراف المتعددة في المنظمة من خلال هذه العلاقات المتعددة يستطيع المدير الاشتراك مع مرؤسي في بلوارة أهداف إدارتي ومناقشة كيفية التوصل إلى تحقيقها على ضوء إمكانياتهم المتاح أو التي يمكن توفيرها دون أن يؤدي ذلك إلى تعارض مع أهداف الإدارات الأخرى أو الأهداف العامة للمنظمة ودون أي تعارض أو صدام مع الأهداف الخاصة للمرؤوسين الظروف العامة لنجاح الإدارة بالأهداف يستلزم اتباع نظام الإدارة بالأهداف توفير بعض الأجواء الضرورية لضمان نجاح هذا الاسلوب ومنها أولا اقتناع الإدارة العليا بهذا الاسلوب التزاما وأداءا ثانيا ضرورة وضوح الأهداف العامة للمنظمة وإمكانية تطبيقها والابتعاد قدر الإمكان عن المبلغة أو التقدير الجزافي لإمكانيات المنظمة ثالثا التفصيل والإضاحة لجميع الوظائف الإدارية وذلك بهدف معرفة طبيعة العمليات والنشاطات المطلوب تأديتها داخل هذه الوظائف ثالثا تحديد معايير الأداء التي يمكن التقييم والتصحيح على ضوء رابعا أن يكون في الإمكان قياس النتائج كميا أو تفصيليا في كل قسم من أقسام المنظمة لمعرفة أي الأقسام والوحدات الفرعية يسير على الأهداف المحددة سلفا وأيهما يوجد به انحرف خامسا توفير روح التعاون والإخلاص بين المديرين في مختلف الإدارات وأخيرا المرونة في التطبيق والتكيف مع كل تغيير في الظروف الداخلية والخارجية لو استعرضنا الآن خطوات تطبيق نظام الإدارة بالأهداف نجد أن لتطبيق نظام الإدارة بالأهداف يستلزم اتباع الخطوات الآتية أولا تحديد الهدف العام الرئيسي لمنظمة والأهداف السنوية الطويلة الأجل ثانيا تحديد الأهداف قصيرة الأجل وتوزيعها على الأقسام المختصة للتنفيذ ثالثا تحديد الهيكل للتنظيم والعلاقات بين الأقسام والإدارات تمهيدا لتحديد مسؤولية التنفيذ رابعا تشكيل فرق العمل داخل الأقسام والتي ستتولى وضع التفاصيل وخطوات التنفيذ خامسا تحديد معايير الأداء والنتائج سادسا تحديد وسائل الرقابة والاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة وأخيرا عقد الاجتماعات الدورية بين المسؤولين الإداريين لتقويم الأعمال والنتائج التي حققتها الأقسام والمنظمة ككل إلى هذا الحد تنتهي محاضرات الجزء الثاني أو الوحدة الثانية المتعلقة بالأهداف وسنستكمل إن شاء الله اعتباعا المحاضرة التالية حول وظيفة التخطيط